قالت الوزارة وزارة الكهرباء أن هناك تحديداً بأحمال المنظومة الكهربائية وتأثرها بفقدان قرابة 7100 ميجاوات نتيجة انخفاض انطلاقات الغاز الوطني والمورد والمشغل أيضاً لمحطات الإنتاج أشارت إلى ذلك أيضاً تسبب بتوقف وصول الغاز الوطني في الجنوب نتيجة أعمال الصيانة الدورية الموسمية لمدة 21 يوم ما أدى إلى تحديد إحمال محطات المنطقة الجنوبية والفرات الأوسط بواقع 2500 ميجاوات بينما أثر انخفاض الغاز المورد من 30 مليون متر مكعب يومياً إلى 23 مليون لتحديد إنتاج محطات المنطقة الوسطى بواقع 1500 ميجاوات أخرى أضافت أيضاً أن السبب الأخير هو إطفاء الخطوط الإيرانية الناقلة للطاقة ميرسا ديالا سربيل زهاب وخنقين الكرخة أعمارة خرمشهر وأيضاً البصرة حيث أدى ذلك إلى فقدان المنظومة إلى 1200 ميجاوات ترجمة نانسي قنقر